أقول زوجي رجل يبلغ من العمر 62 سنة ومحترم وبيصلي وكل حاجة بس لما بيتعصب بيسب الدين طبعا يعني موضوع سب الدين ده موضوع صعب جدا فيه يعني كذا رأيي فيه فيه اللي قال لا ده يقوم يختسل وبعدين يقوم جاي ناطق الشهادة ويصلي راقعتين واستتاب وهكذا أنا كزوجة أنا كزوجة زوجي بيعمل كده إيه الحالة اللي وصلته قبل سب الدين ده حاجة أمنع الحالات دي الأمر الثاني أربط موضوع السب بلغة أو استغراب أو دهشة في البادي لانجوجي بتاعة كل اللي حواليه الأمر ده لا يجوز اعمل أي حاجة بس بلاش السب والكلام ده وساعة ما يحصل الأمر أمشي بحيث ما زودش المشاكل وزود بقى السب ويجي بعدها بعد كده أخد وأنا في قاعدة صفا كده وقاعدة جميلة وعمل له أكل حلوة ومشروب جميل وقد ده أرجع أقول له معلش من فضلك احنا مش عايزين حاضر والله اسمعت حاضر أخوة أكمل السؤال وبعدها وابتدي أتكلم معاه وأقول له من فضلك لو سمحت أنا رفض الكلام ده لا سب ولا ألفاظ ولا كمون أنت رجز كويس ومحترم وبتصلي وفيه كل الصفات الجيدة نصبر عليه يعني أنه في حكم العاصية هوت وإحنا نصبر عليه لحق النصح وحق المتابعة بس برضو مش إيه مش بص بقى بصت بقى الزوجة تعمل إيه انت داخل نار جهنم حد في يالي بص ما انتش ورد على لانت ثبت الدين على جهنم ده انت خلال انت طلعت من الملة انت كفرت لا خلي فيه الكلمات اللي تحب ما بقاش أنا والشيطان والدنيا والهوى عليه لا ما بقاش عاون أنا والشيطان على زوج لا بالراحة خالص وبالحسنة وادعو لسبيل ربك بالحكمة والمواعزة ومن أحسن قولة أحسن أحسن هي لغة تفضيلة فاحنا بالراحة خالصوا الكلمات الطيبة بحيث أنه هو يرتدع أو يسيب الأمر ده وفعلا يحس لا ما ينفعش أنا راجل كبير وكذا ويبقى ده حالي